السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي خبر اللي معنا النهاردة بخصوص ميسي والمخدرات تحرك سعودي رسمي ضد الإعلام وليد الفراج قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي يصلكم كل جديد انتشر مقطع فيديو للإعلام الرياضي السعودي وليد الفراج قال عنه مغردون أنه يروج فيه للمخدرات ما اضطرت المملكة للتحرك والرد رسميا على تلك الحادث وعفار المقطع الذي تداول للإعلام السعودي وليد الفراج ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي وواجه الإعلام السعودي انتقادات حادة على خلفية تشبيهه لليونيل ميسي نجم برشلونة بالمخدرات وذلك أثناء مرافقته لبعثة منتخب الأرجنتين والمشاركة في الدورة الرباعية سوبر كلاسيكو في السعودية وأطلق المغردون هاشتاغ الفراج الجميع يحب المخدرات الذي صدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مملكة حاصدا على أكثر من 30 ألف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن غضبهم لما صدر عن الإعلام وليد الفراج وفي السياق ردت اللجنة الوطنية السعودية لمكافحة المخدرات على ما صرح به الإعلامي السعودي على حسابها بتويتر قائلة المخدرات آفة وأضرارها ليست على الفرد فقط ولكن تمتد إلى الأسرة والمجتمع كونها من الانحرفات الاجتماعية وتابعت مكافحة المخدرات صرح المتحدث الرسمي للمدرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية العقيد عبد العزيز بن محمد كدسة بأن ما تحدث به أحد الإعلاميين حول تشبيه لاعب مشهور بالمخدرات الجميع يحبها قائلا نؤكد للجميع أن هذا الكلام عاري من الصحة نظرا لثبوت أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع والشعوب بأكملها وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص وفق الأنظمة والتعليمات ورد الفراج على التغريدات التي أطلقها المغردون السعوديون ومكافحة المخدرات عبر حسابه بموقع تويتر قائلا خطأ في مفردة نتيجة عدم تذكر كلمة إدمان بالإنجليزية لا تستحق التعامل معها هي ذلة واضح أنها عفوية وتحويلها إلى محاولة تحريض بهذا الشكل الأخوة في مكافحة المخدرات شكرا لاهتمامكم ونعتدر لكن ولكل من أزعجته الكلمة عن استخدام مفردة غير مناسبة أبدا شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته